لو حضرتك النهاردة عايزة تكتبي عن حرب أكتوبر هتكتبي عن إيه؟ الحقيقة عن المقاتل المصري المقاتل؟ طبعاً المقاتل اللي كان في 67 يعني كان فيه انتشار للأمية وكان بيتم تجنيد العساكر والجنود كانوا ما يجدوش القراءة والكتابة كان فيه عجز شديد في المعدات لكن الجندي المصري لما تم تطوير تأهيله وتم اختياره من مؤهلات العليا لما وصل انعكس التأهيل والتدريب والاستراتيجية ومعاها الإرادة عملت المستحيل المواطن المصري المقاتل اللي كان موجود اللي كان بيشيل على يعني ضهره وشنطة فيها أكتر من 27 كيلو بيطلع بارتفاع 45 سنتي لمسافة يعني 60 متر و70 متر و90 متر حضرتك متخيلة اللي هو بيحصل لدرجة انه هم يعني في عجزاء على الحبال وبأيديهم بضافرهم اللي بيأكلوا فعلا العدو بأسمانهم مش مبالغة مجازية ده اللي حصل البطولات اللي كانت خلف خطوط العدو والمفاجأة الحقيقية اللي قالها يمكن قيرل شاران في أحد لقاءاته لما قال انت تفاجئتوا بالتوقيت قال احنا اتفاجئنا بالمقاتل هما اتفاجئوا بالتوقيت لكن اتفاجئوا اكتر بقوة وصلابة المقاتل المصري اللي دايما حتى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكلم بيقول احنا امكانياتنا كانت تعيفة لكن كان عندنا ارادة طبعا ايماننا وارادتنا وحفاظنا على ارضنا وعلى مكاننا اللي مش ممكن ابدا حد ياخده ده معجزة الانسان المصري وده المعجزة اللي بتدرس واللي في الحقيقة مهما كتبنا ومهما سجلنا ومهما عرضنا افلام هنحتاج اكتر واكتر صحيح